أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا ظهور 14 حالة جديدة بجودريا القرود مما يرفع الأصابة إلى 21 حالة وقالت صحيفة إسبانية أن وزارة الصحة أطلقت تحذيرا صحيا بعد الكشف عن 8 حالات إصابة بفيروس جودريا القرود في مدريد مضيفة أن الخدمات الطبية لم تتمكن من تحديد صلة بين المصابين مما يعني أن هناك عدة سلاسل الانتقال العدوى ترجمة نانسي قنقر